السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى تمرين ثالث يقول write a program which asks the user to type a number n and print a square with side equal to n هدف هذا البرنامج هو إدخال القيمة وحسب هذه القيمة سنطبع مربع من النجوم مثلاً لو الآن تساوي أربعة سيكون عندي سطر أول يحتوي على أربع نجوم line ثانية تحتوي على أربع نجوم line ثالثة تحتوي على أربع نجوم line أخيرة تحتوي على أربع نجوم لو كانت الآن تساوي ثلاثة النتيجة ستكون التالية هذا بالنسبة لو الآن تساوي ثلاثة إذن لحل التبريد أقترح عليكم الكود التالي سأقوم بتعريف متغير n أطلب من المستخدم إدخال القيمة enter number أدخل القيمة cinn وأحتاج إلى ثلاثة متغيرات متغير أول يمثل line ومتغير ثاني يمثل للكولومن إذن int l هذا للعين وint c إلي الكولومن أقول أن four line تساوي سفر إلى line رقم n أو رقم n سلب واحد i++ لا مش i عفوا هنا سنكتب l وليس i حذيري من الأخطاء عندما نكتب برامج إذن هنا c يساوي سفر هذه ستمثل الكولومن c يساوي سفر c أصغر من n c بلاس بلاس إذن الفورة الثانية هذه هدفها تباعة سطر من النجوم إذن هنا ساكتب c out نجمة سأضع بين quotations دون end of line وإلا بعد كل تباعة نجمة سأعودي للسطر متى أعودي للسطر بعد أن أخلص الفورة الثانية إذن عندما ننهي من الفورة الثانية نضع هنا c out and of line إذن هذا الجزء سيقوم بتباعة سطر من النجوم وبما أنه موجود داخل فور الأولى هذه سيقع تكرار هذا السطر n مرة ونفذ هذا البرنامج build and run enter and number سأدخل القيمة أربعة تلاحظون أن عندي مربع من النجوم أربع lines وأربع columns ونفذ البرنامج مرة أخرى سأضع 10 عندي مربع أكبر من النجوم أربع أكبر من النجوم أربع أكبر من النجوم